استهداف لناشطين، استهداف لإعلاميين، استهداف لشخصيات عامة يعني الموضوع زاد عن حد ما كان بهذه الكثرة ليه شون الأسباب؟ ما هي الدوافع اللي تخلينا اليوم نوصل لهي شي مرحلة؟ صدق ستي، أنا كان عندي اليوم مرافعة بفلان محكمة نعم أنا خفت أروح والله العظيم أنا حشي صراحة لأنني اعتبر احنا أشخاص مستهدفين ليه شون نحشي ونقول محامية ودارسة للقانون تخافين تروحين لمكان عامل نعم أحشي الصراحة يعني أنا يعني موجودة وما انتشروا شفت صارت لهم اختيالات وصارت لهم كتل ومعرفة الحالات وانتشرت هذا الشي لسي أنا هذا السلاح شون أحده لازم هناك قانون يطبق بطريقة صحيحة أو بطريقة أقوى من أو تفرض قوانين تكون أقوى من هذه القوانين لأنه يظهر أنه العقوبة غير كافية لهذا استشرى موضوع السلاح يعني تشوفين أيضا موجود السلاح حتى بيد العشائر يعني هذه أيضا حجة اليوم الواحد اللي ما يقدر يأخذ حقه بالقانون يروح لتجي للعشائر كثيرا كثير من صارت هالحالات أنه أكثر حالة تعرضت لها ست عفوا أنه بلاحية اللطيفية أنه أب انتزعت مني ملحظانة مع الأطفال يخذر السلاحة كتل خمس أشخاص زين هذا من إجاز سلاحة من أتاحة هل من معقول أنه أنا كقوة أمنية من أجي نشط المنطقة أو أجي أدخل أنا عفوا طبعا أنا عذروني يعني ما أعرف هالمصطلحات الوزارة الداخلية ولا شون يقولوها فأنا أحكي على المعلومة اللي أنا أعرفها يصير تنشيط دائما مستمر للمنطقة يصير أكو ما شاء الله إحنا عندنا أجهزة متطورة ومش كادر سواء وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع يصير تعاون بيناتهم أنا أنشط أنا أحمل مواطن أنا جاي على أساس حمايته زين هسا المواطن العادي إذا إحنا المعرفين نخاف إحنا نطلع ست خاف لا يصير عندنا اختيالات خاف لا يصير المواطن العادي الشي يقول اللي قاعد بيتها ويجون يرمونا ويجون يكتلونا أنا يا ريت مثل ما الدقة العشائرية صار إلها قانون كل يشهدوا أربع عرهاب يا ريت الحملة السلاح زيد العقوبة عليهم وزيد النظبات وزيد الحملات التكثيفية أيضا عليهم لأن إحنا بلد يعني للأسف الشديد أنا آسفة على هذا الشي يعني صار أن السلاح يهدد حياة الكل صار السلاح متاح بيد الزغير وبيد الشبير وبدون خوف طبعا مو بس أيضا السلاح النارية هم أيضا السلحة اليد البيضاء كما عدنا خناجر أو السكاكين أو الغير يعني هاي المفروض هم يكون العقوبات إلها صار من أكثر حتى لو أن يتنازل المدع يعني بالحق الشخصي لازم من المدع الحق العام يكثف العقوبة عليها ويخلي غرام موالية أكثر حتى الحد من يمها